موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبايبي في الله معكم حنان الوراكي النهاردة حبيبي جاني اسئلة كتير من بعض المتابعين عندي في القناة احنا بنستخدم مستر شاهين اللي هو لازالة اصعب الدهون يعني فزيع في ازالة الدهون فبيقولولي اللي هو بنستخدمه فدمر لنا البوتاجاز البوتاجاز بيعمل بطع بيضة فبعتوا وسألوني وقالوا لي طب احنا من ايه وكده 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 فهو المكونات اللي فيه يعني هي بتبقى خطر كمان اللي هي تيجي على ادينا عشان كده هم بيحطين عليه تحذير على العلبة منبرأ لازم تلبسي جوانتي وانت بتستخدميه وكمان قبل ما تستخدميه ما يجيش على اديك ايه خالص فالمكونات اللي فيه بتبقى مكونات يعني خطر اللي هي تيجي ايه على الايد ده على الجلد فانا النهاردة حواريلك الطريقة الصحيحة اللي انت ممكن تستخدمي مستر شاهين ويكون امن جدا على اي حاجة بتنظفيها امن جدا على البوتاجاز من غير ما يبوازولك حيكون امن جدا تنظفي به فرن البوتاجاز حيبقى حلو جدا نعم واتمنى الفيديو نلقي اعجابكم وتستفادوا منه وانا حبيت اللي اعمل معاكم الفيديو ده النهاردة رد كده عملي على بعض المتابعين اللي هم سألوني لان جاني السؤال ده كتير جدا نعم فانا النهاردة هعمل معاكم مستر شاهيق نعم لأول مرة على اليوتيوب الطريقة ديت محدش عمل الطريقة ديت خالص بقدمها لكم حصري والأول مرة على قناتي واتمنى انتو تستفادوا كده وتدعموني كدهات باللايك عشان تشجيعا كده هوت لمجهودي وكمان الفيديو عشان يوصل لناس كتير اللي هي تشوفه وتعرف ليتستخدم مستر شاهين ازاي من غير ما يضمر لها البوتاجاز ولا اي حاجة خالص فاتمنى كده تشجعوني كده باللايك والمشاركتش عندي في القناة فضلا وليس امرا ياريت كده تدعميني كدهات حبيبتي بالاشتراك في القناة عشان يوصل لك كل فيديوهات هبقدمها في القناة اول باول فضلا وليس امرا تعالوا بينا مع بعض كده العرخامة وهنا معي سودة اش اللي هي الزهرة البيضة هنستخدمها النهاردة وهنستخدم مية يبقى كده اي حبيبي هنا بقى الازازة ديت انا شاريتها بخمسة جنيه ازازة اللي هي ازازة مستر شاهين شاريتها بخمسة جنيه طبعا هي معروفة اكيد كلكم ايه عارفينه واللي ما يعرفهاش هيعرفها من الفيديو ده النهاردة فانا شاريتها النهاردة دلوقتي بقى ايه هنعمل هنعمل الطريقة اللي انا هعملها معاكم ديت وهنوضف بيها البتجاز قدام منكم وهنوضف بيها كمان الحيطة اللي هي وراء البتجاز طبعا حبيت اعمل معاكم الفيديو النهاردة عملي ونشوف ازاي اللي انا هنستخدم مستر شاهين بالطريقة الصحيحة ويكون امن على اي حاجة انا بستخدمها فهو علشان فيه يعني مكونات غلط اللي هي تيجي على اليدين يبقى كده الشركة حط فيه مكونات يعني مركزة جامد يعني بيبقى فيه حبيبي في التركيبة متاعتها في ازازة مستر شاهين مواد كيميائية خطيرة جدا اللي هي تيجي طبعا ايه على الايد عشان كده بيبقى حطيه للتحذير ده طيب انا علشان استخدمه ويكون امن ما يضمر ليش البتجاز زي ما بعض المتابعين عندي في القناة اشتكهم اللي هم جربوه ضمر لهم البتجاز فانا النهاردة هتجيبي يعني انا دلوقتي جبت ايه ثلاث كوبايات كبوه كل كوباية ثلاث كوبايات كبار من المية كل كوباية من الكوباية اللي هي على الرخامة ديت بتاخد تلتمية وخمسين ملي يعني فانا الكوباية تلتمية وخمسين ملي من المية فانا فضيتهم في قلب العلبة بعد كده حمزل ايه دلوقتي انزلت بمعلقة كبيرة من السوداء اش اللي هي زهرة البيضة بقى اللي بقى كويس ونحط برضو ايه معلقة ايه تانية ايه دلوقتي وانا عملها ايه بعمل ايه كده هوت هناخد بقى ايه مش تلتمية بقى ايه هناخد كوباية واحدة يعني كوباية واحدة اقل من تلتمية وخمسين كمان انا مستخدمها تلت كوباية مية كل كوباية تلتمية وخمسين ملي من المية ماشي هنستخدم معلقتين كبار من الزهرة البيضة اللي هي السوداء اش هنستخدم بقى ايه ربع رتل او ربع رتل من ايه من المصر الشهيط ايه 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 حتى انت كده هوت تستخدميه بالطريقة دية الطريقة دية تتبقى امان جدا على اي حاجة انت بتنظفيها بس لازم برضو تلبسي جوانتي لازم برضو انت تستخدمي الوصفة دي لازم تلبسي جوانتي يا انا لانا انطبائتي 기가 يتميز كوباية كلها identities لانكبيت اللى مليم م najle م مليم مZe كوباية مليم ملى اختي على 3 كوباية ميلم مية وبعد كده حطيت ربع ريت من 250 ملي من المسطر ايه شهي يعني مش هستخدمه خام مش هستخدمه مركز زي ما هو عشان ايه ما يدمرليش الحاجة انا بانضافها ينضف اه ينضف لي الحاجة بس في نفس الوقت يبقى ايه يبقى امان جدا على اي حاجة انا بانضافها الطريقة ديت كويسة جدا الطريقة الصحيحة محدش عاملها بقدمها لكم حصري والاول مرة اه اتمنى انتو تستفادوا منها وبقى احنا كده هوت يعني اه هو علشان الازازة مستر شين بتبقى مركزة جامد وزي ما قلنا فيها اه التركيبات التركيبة بتاعتها فيها مواد كيميائية اه يعني مركزة جدا يعني خطر جدا فاحنا عشان برضو نستخدمه بالطريقة الصحيحة انا خففته اه وفي نفس الوقت لما انا خففته وحيديني النظافة برضو وفي نفس الوقت حيكون امان جدا على اي حاجة من غير ما يضمني البتجازة اه يبقى ايه يبقى دي كده حبيبي اعملت معكم الطريقة وعملت معكم الفيديو اه عملي ايه ودلوقتي اعملت معاكم الخلطة تركيبة مستر شهين على طريق حنان الورائي اه طريقة دي محدش عاملها واتمنا اللي انتم تستفدوا منها ومش عايزة بس ايه اللي دعوة بس ايه اللي يشوف الفيديو ده يدعيلي كده هوت ايه اه ربنا يصلح حالي وحالكم جميعا يا رب اه ويساعدكم ويبارك لكم في اولادكم يا رب بس استخدموا الحاجة كده هوت اه بالطريقة الصحيحة اللي انا قبلتها ديت بس تلبسي جوانتي وانت بتستخدميه يعني فانا هتلاحظوا لانا كنت لابسي جوانتي من الخفيف لان انا اساسا جوانتي اللي عندي فجاءة لبسه كان لقيته بخروم فما نفعش لانا الشغل بيه فلاقيت عندي بها فردة جوانتي دي شغلت ايه اه لبستها يعني يعني اه فانت تلبسي جوانتي اتقل من ده فانا باكد برضه باكد عليكي برضه اه لان هو مكتوب برضه التحذير دات على العلبة برغم اللي احنا مخفيفينه وكده بس لازم برضه تخلي بالك برضه فانا انا هوت هستخدمه كده هوت ايه معاكو ما وزي ما احنا شايفين ضهر البتاجاز طبعا بيبا مليان دهون مطرح ما حمر بقى اي حاجة فدهون بتطرتش على الازاز متاع البتاجاز وزي ما احنا شايفين من فوقه هوت دهون عاملة ازاي فانا حطيت الشوية اللي فاضلوا معي حطيتهم في البخاخة عندي فاضية متاعت سترس موزيل الدهون نعم ويا حب ده اللي انا ارش كده المفروض اللي انت يعني مكتوب على الازازة بتاعت مسترشاهين بترشي وبعد كده بتسيبيه لمدة خمس دقايق وده خمس دقايق كمان انت تستخدميه كمركز كمان يعني 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 بصراحة يعني خمس دقايق ومركز يعني ده يضملك البتاجاز يعني فانت كده هوت عتستخدميه بالطريقة الصحيحة اللي انا خففته وكمان عديلك نظافة وزي ما احنا شايفين انا برش في كل حتة هوت على البتاجاز ازاي برش على الحوافي بتاعت البتاجاز برش في كل حتة هيك وعلى الازاز وحاسيبه بقى ايه كده هوت يعني ديقة كده هوت وارجع ايه تاني اللي انا انضاف معاكو كده هوت البتاجاز ايه بسلك يبا احنا كده ايه حبيبي انا حبيت لان اعمل معاكو الفيديو عملي علشان طبعا الاسئلة اللي جتني اللي احنا استخدمنا مصطر شاهين يا حناء مصطر شاهين بواص لنا البتاجاز مصطر شاهين شلنا البياض من على البياض مصطر شاهين عمل لنا بطع بواص لنا الدنيا فا انا ببرركو الطريقة هي الطريقة صحيحة هيط على طريقتي واتبنى يعني تكونوا استفدتم بالفيديو واللي استفد بالفيديو ولسه معايا لحد دلوقتي يشجعني كده ويدعمني كده ايه تدعموني كده باللايك عشان فيديو ده عايزة يوصل لناس كتير عشان اي واحدة جربت مصطر شاهين وباز معاها حاجة فا يبا هي ايه ممكن تستخدموا بقى ومش هنقول ما يعني ايه خلاص يعني كده هوت لأ بس هو عشان مركز جامد ما يبغز لهاش الحاجة هو محتاج يتخفف فعلشان احنا نخففه برضو ونعود برضو التخفيف ده هوت فأنا ضيفت يعني معلقتين كده على كمية المياه اللي اقولت لكم عليها ديت معلقتين من الزهرة البيضاء اللي هي معروفة اللي هي السوداج وببدأ هوت زي ما احنا شايفين هوت ببدأ بلا انا انظف كده البتاجازة هوت وطبعا كنت رشع في كل حتة قدام منكم وزي ما احنا شايفين البتاجازة هوت وحتشوفوا برضو في اخر الفيديو البتاجازة حصلوش اي حاجة ولا الحوافي عملت بطع بيضة زي اللي جربوا مركز زي طبعا هم جربوا مركز ودملوهم البتاجاز فأنا عملته معاك هوت وعملته معاكم عملي ودلوقتي طبعا ايه انا برش برضو كده على الحيطة برضو كده عشان ايه نورر كوبارت الحيطة ديت كان فيه شفات متركب فوق البتاجاز على طول فأنا شلته علشان انظف طبعا كل فترة كده بشيله وبقوم نظفها الحيطة ديت من وراه وزي ما احنا شايفين انا رشيت وعلى فكرة بستردتش بقى ولا دقيقة ولا حاجة فببدأ كده هوت وببدأ لان ايه بنظف كده هوت زي ما احنا شايفين والدول بتطلع معايا في ساعتها وفي نفس الوقت امن جدا على لون البياض يعني فا يعني امن جدا بس استخدميه بتستخدمي مصطر شاهيم مخفف ما تستخدمه اوش مركز وتروسش على الحيطة اكيد يعني اللي هو عباوزلك الحيطة يعني فانت قبل ما تجربي اي حاجة جبت اي حاجة جديدة وشايفها شفتها عند بتاع المنظفات لقى الازاز اللي هي مزل الدهون اه وجاية تجربيها كده هوت تجربيها يعني مثلا لو هي بتنظف الحيطة اه جربي على بصي انزلي على تحت تحت الجدار خالص بتاع الحيطة وتعلي في حتة صغيرة كده رشة كده رشي كده حتة لو لقيت اللونها تغير مترشيش بقى ايه في الجنب متاع الحيطة اللي في الوش كده وتبوز الدنيا جربي اي حاجة حاجة صغيرة يعني شوفي شوفي نتيجة بتاعتها عاملة ازاي الاول قبل ما تضمري ايه ايه ما هي حاجة انت بتعمليها في بيتك فا لو لقتيها ل izquier止 مركزة اجامل ضمرت لك الهجة حاجة دي محتاجة طالما عملت كده اي بقى حاجة دي محتاجه فيها مواد كيميائيه مركزة فا محتاجة خفففيها يعني لو خففتها بشوية ميمة واستخدمتها عاتبقة حلوة يعني مش عاتبقة ويislée يعني كمان انا حطيت تلات كوبات مية كل كوبية زي ما قلت لكم تلت مية وخمسين ميلي ممكن تحطي اربعة ممكن تحطي رتل وربع مية او رتل ونص مية على ربع رتل من مستر شهين لان هو مركز جامد عشان ما يدمر لكيش الدنيا ومعلقتين او تلات معالق من الزهرة بيدا يبا انت كده عملت مستر شهين مية مية منظف قوي جدا لازلت الدون وانا اضفت البتاجاز وانا اضفت الحيطة طبعا الباب البتاجاز دهوت ضهر البتاجاز اللي هو الازاز الطرف بتاعه بفوق فيه دون لسه يعني انا لسه اروش عليه وانا اضفه فانا كده ورت لكم ما هوت والبتاجاز ما فيوش اي حاجة غيرت ولا في اي حاجة بازت وانا استخدمته بالطريقة الصحيحة ومش عايزة ابدوكم بس كده تلات دعوة حلوة ويلا بنا نختم الفيديو بالصلاة على رسول الله علي افضل الصلاة والسلام بالاقس طبعا